السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في سنة الأولى متوسطة لحتى أولياء تلاميين لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبناتي اليوم إن شاء الله نشوفوا فرض الفصل الثالث في مادتي التاريخ والجغرافية طبعا كيفاش لازم نديروا في تاريخ والجغرافية باش إن شاء الله ندعو علامة جيدة أولا الأستاذ يعني كين أساتي ده يحددوا الدروس كين أساتي ده ما يحدوش الأهم أنه أنا أكون فاهم الدرس التاريخ قبل ما أني نحفظه تما أنا نفهم وش راني نحفظ مفهوم إذن مثلا إدارة في الحضارة نفهم وشنو معتها حضارة مصرية وشنو هي الحضارة القرطاجية وين كانت وهكذا مفهوم لأنه قلنا الحفظ بدون فهم ما دلنا والغرية تحطرنا السوجين ننسوا كلش إذن يلا أبنائي منهار إن شاء الله راح نحلو هذا الفرض ورانا نديروا مراجعة في آنين واحد نبدو بجزء التاريخ عليها عشر نقاط وجزء الجغرافية عليها عشر نقاط السؤال الأول تعيقوا عليها تلك نقاط تعرف ما يلي إذن يلا التحنيط الأهرامات وحامرابي إذن تلاحظوا أبنائي كين أساتي ده اللي تلقوا يعني في السوجتاكم ولا في الموضعتاكم تلقوا كامل هدوك التعاريف ولا الكلمات تعرفوها لكم في الكرس وإحنا نزم علينا نحفظهم وكين الساتي ده اللي يقول لك أنا مثلا كين أهرامات وكين تحنت بصح حامرابي ما كشف الكراس لكن تحدث عنها شوفوا إذا هدر عليها أعرفوا بلي تقدر تطيح وما قدرش وقلوا أستاذ هذي ما كشاف الكاية ولا يلا إذن سؤال تاني يقول ضع كل كلمة في مكانها المناسب في الجدول نشوفوا قبل الجدول وش عندي في الحضارة عندي المصرية بلاد الرافدين القرطاجية الإغريقية اللي هي اليونانية والرومانية يلا هدو الحضارة التعبكري في كل وحدة حندير للعوامل تعقيامها مع تكيفش نهضت تلك الحضارة عندي نهر النيل قوة الجيسش الأسطول التجاري الاهتمام بالعلوم نهري الدجلة والفراد توفر الموارد العنصر البشري المناخ الملائم وفرة الموانئ وصرامة الفرعون إذن هلنا هنشوفوا قلنا كين بدأوا نكتبوا كل وحدة في بلاسها رأنا نديروا منها مراجعة ونفهموا كل حضارة وش كانت فيها السؤال الثالث والأخير في التاريخ ويقول لي يوقع على خريطة العالم الصماء موطن الحضارات القديمة تلاحظوا باللي يقدر يجيني سؤال على هات الشكل مع أنت أنا نسي نتفكر الخريطة يعني مش نحفظها مئة بالمئة وإنما نسي نتفكر الخريطة كيفش تجي وكيفش كانوا الحضارات فيها قديمة نحن نريكم طريقة اللي نتفكرها بها يعني مش نحفظها مئة بالمئة جغرافيا عشر نقاط السؤال الأول يقول اذكر مشكلين من المشاكل التي تعاني منها التنمية مفهم إذن لازم قبل نفهم وشنه هي التنمية باش نعرف وشنه هي المشاكل تحها السؤال الثاني ضع العبارات التالية في مكانها المناسب في الجدول إذن وش عندي في الجدول منطقة معتادلة شكني يعيش فيها منطقة حرة ومنطقة باردة يلا الدب القطبي إقليم السوائي أشجار تايغا إقليم البحر الأبيض المتوسط الحلفاء وأشجار الصنوبة أما بالنسبة إلى الجزء الثالث في الجغرافيا هو الوضعية الإدماجية تلاحظوا سواء أبناء يحيطكم وضعية إدماجية في التاريخ ولا وحدة في الجغرافيا مستحيل أنه يكفينا الوقت باش نديرهم في الزوج إذن في نقاش مع زميلك سألك عن مناطق التجمع السكان في العالم والتي تعرف تركز أكبر من عدد السكان فقررت البحث عن الموضوع وإجابته معده هو أحب يعرف السكان وين يجتمعوا أكثر معده وين كاين تمركز السكان أكثر السند الأول هناك مدن يفوق عدد سكانها المليون نسمة مثل نيويورك لندن نيودلهي وغيرها التعليم أو ما طلب منها من خلال ما درس وباستعمال السندات أكتب فقرة حول مناطق تجمع السكان في العالم معدها في العالم كامل على شكين مناطق السكان فيها كثير ومناطق من قشقع فيها يعني نسبة قليلة من السكان هذا يرجح إلى ماذا إذن يلا أبنائي نبدأ تصحيح تعنا مع بعض إذن نبدأ بالجزء الأول اللي هو التاريخ اللي قال لي يعرف المصطلحات التالية أولا التحنيط ما كاش اللي فينا ما يعرفش التحنيط باللي هو طريقة كان يديرها المصريين وش يديروا؟ يبعض المواد الكيميائية أعشب إلى غري ذلك يديرها كيموت الفرعون وللملك التحم وللأمراء باش الجثة لا تتعفن إذن هذي كيفاش هذه اللي قلناها بالدرجة وليرانا فهمنا؟ نقولها على شكل التالي التحنيط إبداع مصري يتم فيه تجفيف الجثة حتى لا تتعفن شوفوا أي جملة ستكون صحيحة المهم الأستاذ الاجتماعيات يلقى باللي كلمة الجثة ولا العبارة على الجثة لا تتعفن ما تقولوا بالأعشاب تقولوا مواد كيميائية مواد كانوا يستعملوها مع بليش وشنوهية نفس الشيء وكذلك أبنائح ذلك كلمة مصرية لأنه التحنيط كان غير في مصر الأهرامات كيف كيف كانوا غير في مصر هو شكل هندسي معتاح يكون حارم كثير معتها السطوح معتها عنده أسطوح كثيرة من إبداع الحضارة المصرية في ميدان العمران ولا نقدره نقوله هو شكل هندسي من الحضارة المصرية ولا من ميدان ولا من عمران الحضارة المصرية ولا في مصر كيما نحبه كذلك مفهوم يلا وشنوه يا حامورابي هو حاكم بابل بين عامي 1792 يعني 1752 قبل الميلاد موحد دويلات بلاد الرافضين وصاحب التشريعات والقوانين المشهورة التي سميت باسمه كان وحد القوانين والتشريعات كيما نقوله قوانين شريعة سميت عليه لأنه علاج هو اللي يكتبها مفهوم إذن وشنوه هو وشكون هذا الإنسان هو حاكم معتاح كم هذه المنطقة اللي كانت تسمى بابل وش رح دالها كانت فيها دويلات مفتريقة معتها كيما نقوله جزر مفتريقة ولا أمراء متفككين إلى غير ذلك وش رح دار وحدها كاملة تحت حكمه مفهوم إذن يلا هذا بالنسبة للسؤال الأول كل وحدة لها نقطة ننتقل إلى السؤال الثاني اللي قال ليضع كل كلمة في مكانها المناسب يلا الحضارة المصرية يعني الفرعون إلى غير ذلك كيفاش ماصر نهضت بالحضارة وكانت معروفة جدا أنا ذاك بشيئين هي نهر النيل لأنه علاج عندها نهر النيل طبعا وكان أبناء نهر النيل يستخدموه كثيرا هو يعني اللي يرفض لهم تلك الحضارة مفهوم سواء يكلوا به السفن جوز عليه إلى غير ذلك الري الزراعة وغيرها وعندنا أيضا صرامة الفرعون مع أنتها كان واحد ما يتنفس مثلا أهرامات يقولهم زيما طلعوا في وقت قياسي يطلعوا الهرام في وقت قياسي وفهم إذن هذا أدى إلى نهوض الحضارة المصرية يلا بلاد الرافدين أبنائي معناتها الآن البلاس التحارهي في العراق إذن وشنه هي الحاجة وللأشياء وللعوامل اللي أدت إلى قيامها نهري الدجلة والفورات معناتها هذا عنده نهر النيل وبلاد الرافدين عندها نهري الدجلة والفورات واللعنص البجري كان عندها يعني كثافة سكانية معتبرة القرطاجية معتها تونس دوكا وفرت الموانئ المفهوم عندها يعني موانئ كثيرة على البحر الأبيض المتوسط والأسطول التجاري معتها كي كانت عندها بزاف الموانئ وشفت بلي عندها بحر ولت التاجر بالأسطول الدحاء البحري الإغريقية وشنه هي الإغريقية معتها اليونان دوكا الاهتمام بالعلوم والمناخ الملائم دوكا عندهم مناخ ملائم لأنه مناخ معتدل عندهم وكذلك يهتموا كثيرا بالعلم والعلوم وأخيرا الرومانية قوة الجيش وتوفر الموارد إذن كل هذا معتها وكل حضارة عندها أشياء ساعدت على قيامها ونهوضها هذه أبنائي لازم علينا نحفظها ومنسوهاش السؤال الثالث اللي يقول لي أعطي خريطة ولا في خريطة حدد كل من قلنا الحضارات التالة إذن أبنائي حاولت أني نلونها لنشفه على كل حضارة وين كانت إذن نبدأ وإحنا مدام ساكنين في إفريقيا نرسم قارة إفريقيا قارة إفريقيا وش عندي فيها الحضارة عندنا زوج من الحضارة لقرينهم قرطاجة اللي هي جاية في تونس شوفوا هاي المغرب الجزائر تونس إذن هاي الحضارة القرطاجية وش عندي كذلك عندي مصر إذن الحضارة المصرية المصر بعدوها شوية مفهم يلا هذا وش عندي في إفريقيا في أوروبا وش عندي عندي كذلك زوج روما وعندي اليونان اللي هي الإغريق مفهم إذن عفوا عندي تلاتة عندي الحضارة الإغريقية وننا نعم اللي هي اليونان وروما إذن هاي ما يهمش إنه زيما نرسم قابلة وش عندي عندي بلاد الرافضين اللي قلنا هي العراق والعراق وين جاية جاية في الخليج مفهم إذن وش عندها عندها الدجلة والفرط نهري الدجلة والفرط وما صلو كان زيما نحب نزيد نزيد لها نهر النيل مفهم إذن هذا ما كان ننتقل إلى جزء الجغرافية اللي قال لأذكر مشكلين من المشاكل التي تعاني منها التنمية نتلحد أبنائي أني نقر يعني إذا ما بنت لكم الكلمات إذن قلنا لازم نفهم قبل كل شيء ما معنى التنمية هاي نشوف أبنائي ما روحوش بعيد نشوف وشنو معندها أُنمي باللغات العربية كلمة أُنمي ولا تنمي جاية من نفس الشي معندها الحاجرة هي تعلو وتكبر نفس الشي التنمية معندها أني نطور البلد أو أطور الاقتصاد هذي تفكروها هكذا مامي تحبي تتعرفوها عندها هذا هو تعريف تحا إذن التنمية معندها بشاني حاب نطلع البلد ولا حاب نطلع الاقتصاد ولا ما يهمنيش أي شيء حاب نطلعه عنده مشاكل هاي قال ليه عنتها يعطيني زوج مشاكل إذن نعطيله مشاكل اجتماعية معتها في المشمع ونعطيله مشاكل اقتصادي معتها جاية في الاقتصاد دراهم إلى غير ذلك إذن مشاكل الاجتماعية انخفاض المستوى المعيشي والصحي معتها المستوى المعيشي الناس فقيرة الصحي كذلك الصحة يعني تكون متضاورة انتشار الفقر والجوع ضعف الخدمات النمو الديمغرافي معتها السكان يكون كبير مقارنة كما نقول بالاكتفاء يعني الذاتي معتها الاكتفاء السكان يكون اكبر بكثير من تنتج تلك البلاد من زراع من اكل الى غير ذلك إذن هذا مشاكل اجتماعيا لما تخلي التنمية تضمر تنمية مشاكل الاقتصادية كالتبعية الاقتصادية بسبب ضعف التحكم في الموارد واللجوء الى الاستدانة وتقلب الاسعار هنا التبعية الاقتصادية هذه البلاد لا تستطيع تمشي الاقتصاد تحوحها لازم وحد اخر يتحكم فيها هذا يقول ضعف تحكم واللجوء للاستدانة معتها تولي تسلف دراهم تقلب الاسعار وغيرها نفهم هذا بالنسبة للسؤال الاول السؤال تانيقا يضع كل عبارة في مكانها المناسب شوفوا المنطقة المعتدلة نلقاها في اقليم البحر الابيض المتوسط اشجر صنو تحت تكون خضراء مليحة شبا المنطقة الحارة وش عندي عندي فيها اقليم استوائي ونصيف فيها كذلك نبات الحلفاء معتها كما نقول شديد الحرارة في غير نبات تتأقلم مع الحرارة مشي حلفاء الصنوبر الى غير ذلك الصبر عفوا الى غير ذلك منطقة باردة يشكون يعيش فيها يعيش فيها الدب القطبي ونلقى فيها اشجار تسمى اشجار التايك نفهم اذا قلنا هذه بالنسبة الى كل منطقة وش نلقى فيها يلا نشوف الوضعية الادماجية التي قال لي اعطيني علاش هناك مدن فيها نسبة سكان كبير والاخرى لا لا اذا يلا ابناء نفس الشي ده ما بدلكم الكلمة انا يعني نقرة اذا يختلف توزيع السكان في العالم من منطقة لاخرى بسبب السكان فما هي المناطق السكانية الكبيرة في العالم اذا قلنا بالنسبة دوما قلت لكم الجيل الثاني من الاحسن ان المقدمتين انتهي بسؤال قلوا يستدرنا السؤال هذا من نجيبه اذا نجيبه من اذا حبيت نكتب سنة نقول هناك مدن يفوق حتى السكان مليون نسمة كيلومتر اعف مليون نسمة وهنا مدن المناطق الشمالية للكرة الارضية اكثر المناطق تجمعا للسكان بحيث تحتوي على 90% اغلبهم يتمركزون في قارة اسيا الصين والهند يعني بكثرة معروفين باللي الصين والهند هما اللي فيها النسمة كبيرة كامل في العالم كما تعتبر غرب اوروبا من اكثر المناطق تجمعا للسكان في حين يتمركز السكان في افريقيا في الجهة الساحلي الشرقي والغربي كيف كيف شوفوا سواء افريقيا ولا اوروبا ولا امريكا كيف كيف مهم اسيا كل واحد منهم مدى به يكون في منطقة معتدلة وين نلقوها المنطقة المعتدلة ما تكون فيها حرارة كثير وما تكون فيها بلودة كثير اذا من نلقوها في الشمال سواء الشمال الشرقي أو الشمال الغربي ولا على السواحل هذا اذا قل يعلش نقوله لوفرة الموارد الضرورية لعيش الانسان اذا هذه قلنا شوفوا ما كتروش بزا في العرض التاعي الخاتمة دوما نكملها باستنتج في الاخير نستنتج ان توزيع السكان راجع لعدة عوامل طبيعية وبشرية والتي تتحكم في خلق هذه التجمعات مفهم اذا ابناء ابنتي هذا كان بالنسبة الى فرض التاريخ والجغرافي للفصل الثالث للأولى متوسط كالعادة اللي عنده اي سؤال ولا اي سفسار يخليوا لي في التعليقات نجاوب ان شاء الله عليه في اقرب وقت ممكن وكما نقولكم بالتوفيق ان شاء الله